إن لله وإن إليه راجعون يحضر إلى ثقافية شروق اليوم المصرحي المخرج المصرحي الكبير عمر رفتموش محبا بك أستاذ بك ولا وشكرا على الاستضابة شكرا أنت على الحضور حضرت الجنازة على صونيا اسم كبير للمصرح الجزائري يغادرنا اليوم للأسف حقيقة حقونا كبيرة من المصرح الجزائري التي تذهب هكذا في شكوت لأن صونيا دائما كانت هدئة ذو أعصاب هدئة متهزد الركح أكيد أكيد فذهبت ولكن صونيا أنا بقي عندي مثلا بعض التفكيرات بعض منها مثلا في يوم من الأيام عز الدين مجوبي الله يرحمه وهو يحذر معها مسرحية فاطمة فنتقلت أنا وياه وراح يقل لي أنا غادي نمشي نشتري حبل لمصرحية فاطمة اللي كانت أضع فيها وهو منين ما جاب حبل جاب الحبل قشين شويا منين ما رجعنا للمصرح البطني وكانت صونيا يقول له لا لحده وقلت جب لي حبل قشين جب لي حبل رقيقة ويقول له لا هذا حبل إما تديريه اللي المهم تستعب ليه باش تديريه اللي قالت له لا أنا اللي نعرف الحبل اللي نحبه كيفاش يلعب في يدي كيفاش معه يعني حتى تفاصيل بسيطة جدا أردت أن أتكلم عليها لأنها فنانة عنها ذوق كبير ولم تكن صونيا فقط ممثلة لأنها من الأيكونات الكبيرة ستين تراجدين أمرأة تراجدية كبيرة لعبة مصرحية فاطمة بكل قلب جزائري مغاربي إفريقي حقيقي تختصر تختصر جزائر ومنطقة المغاربية والإشراقية بملامحها بتقمصها لشخصيات أيضا أكيد صونيا ممثلة كبيرة ولعبة العديد العديد من الأدوار في شدة طبوع من التراجدية إلى الكوميديا إلى الطبوع حتى يعني قامت بدور الجولة في مصرحية شهداء يعودون هذا الأسبوع أول من الدراما نسائية قامت به صونيا عندما تقدم مصرحية فاطمة وحدها على الخشبة فيعني جرأة كبيرة جرأة كبيرة وكذلك صونيا زيادة عن هذا كانت مديرة لمصرح سكيفتال لمصرح حنابة كانت كذلك محافظة مهرجان النساء للمصرح النسوي وكانت كذلك مديرة للمحهد فنون الأدرامية ببرش الكيفان وكانت وكانت إذن هذه المرأة لقد عملت في كل الميادين التي عندها ولامست أبقى عمل مصرح ممارسة ومسؤولية أيضا أكيد وقامت بأعمال إخراجية ذات المستوى الرفيع سوى في مصرح سكيكدا أو عن طريق مصرحية الجميلات التي كان للحظ النشاتة كذلك في الشرقة على مستوى مهرجان العربي الأن الكبير على مستوى الهيئة العربية للمصرح وكان عرض جميل جدا وكذلك كذلك قامت بصونيا بالعديد من الأعمال التي تشجع فيها الشباب وتشجع فيها الشباب العنصر النسوي نعطي أن صونيا تحتفي بتواجد المرأة على الرقح وتشجع ذلك من خلال مبادراتها المصرح المهرجان المصرح النسوي والأخذ بيد الشابات على الرقح أكيد أعمال مصرحية أخيرة مثلا أن أمرأة من وارك الجميلات والعديد من فاطمة والعديد من مصرحية فاطمة التي قدمتها لنسرين بالحاج وهي تقول أريد أن تكون نسرين بالحاج هذه الممثلة الشباب هي التي تحاول أن تعملنا نحن أكيد وعندها عاطفة تديرة جدا جدا وكانت تتمنى وتقول أنا سوف أنتهي بتكويل شباب وشباب كان هذا هو حلمها هذا كان حلم صونيا وأنا أكيد أنني في العديد من الأحيان عندما استقبلتها في المهرجان الدولي في 2016 وهي تتكلم وتقول أني أنا حاليا أبحث عن فضاء عن مجال فضاء وممكن أننا نقدم الشيء اللي تعلمناه من الأولين من الذي سبقونا ونقدمه للشباب وهذه أحسن عادية التي كانت تتمنى صونيا لتقديمها لشباب اليوم الشباب الجميل في صونيا ربي يرحمها أنها عاصرة في الجيل الكبار علولة ومجوبي وكان عندها لحظ أنها تأخذ بياد الشباب اليوم كأنها الجسر كأنها الجسر بين نعم نظن أنها هي هي الرابطة يعني هي الرابطة ما بين الجيل السابق من الممثلات مثل متحة بربار الله يرحمها مثل العديد من الممثلات وهذه الشباب الجديد لأنها حاولت أن تنطلق من التجربة القوية والتجربة الكبيرة التي عاشتها منذ سنين مع كل هذا الممثلين والممثلات سوى في إطار السينما أو في إطار المصرح وحاولت أن تأخذ هذا الزخم من التجربة يعني وتحاول أنها تقدمها إلى كل هذا الشباب وإحنا شفنا يعني كيف خدمت مثلا في مصرح الجميلات وكيف خدمت مثلا في مصرح في المصرح مع مصرح النبا في مصرحية إبراعام نبارك مع ليديا العريلي التي يعني شفنا كيف تحبها وتقدم وتعمل معها مع ليندا سلام وعمل عديد من الممثلات الجزائرية التي حاولت أنها يعني تعطيهم كل ما هي يعني ما حاولتش أنها تبخل في العطاء إنها إمرأة قدمت كثير إنها إمرأة العطاء الفني إمرأة العطاء المصرحي إمرأة العطاء بدون شحة يعني تمت بدون شحة هي يعني تقدم الكثير والكثير وأنا أقول أننا اليوم أنا بكل صراحة بكيت داخلا بكيت داخلا لأنني كانت لي كثير من الفرص أني عربت هذه المرأة القوية وكانت لنا فرصة أننا نقوم بعمل مصرحي لكاتب ميكسيكي عملت عزوج نساء أننا نقوم بهذا العمل ولكن ما الغالب ما كانت شحة ما كانت شظروف مواتية أنا ذاكسونيا كان عندها عمل كثير وكانت عندها العديد من الأعمال على مستوى المعهد الفنون ضرمية وما كانتش الفرصة باش نقوم ذاك العمل يعني شهاد لي تاريخ أنا أقول أنه من أراد أن يكرم صونيا فليكتب عليها الكثير ويشهد على كل ما قدمته للمصرح الجزائري من أعمال من جماليات وكذلك ذلك لأنه يستمر في ذلك الحلم الذي حاولت أن تبنيه هذه المرأة العظيمة حلم التكوين حلم متابعة الشباب وحلم تكوين عديد من الشباب وشبات وكأنها بطريقة غير مباشرة وهي تقول لشباب افعلوا مثلما فعلتوا أنا وأنا بقيت في الجزائر وتقول أني في الظروف الصعبة يجب هذه كانت تطير فيها الرؤوس تطير فيها الرؤوس وكان المصرح الصعب بقيت كما بقى زميلها عز الدين مجوبة لرحمه وقالت أنا أعمل هنا في بلادي فتحية كثيرة كبيرة جدا لهذه المرأة العظيمة هذه المرأة التي غادرتنا اليوم سي عمر فتموش تعرفها عن قرب أيضا ما هي الممكن الحواج اللي خليتك تأثر ولا يعني ممكن تصرفاتك أنت خدمتهم قدامك خليتك تأثر بهذه المرأة لو قلتك أولا كانت مرأة يعني عندها رؤية بعيدة جدا يعني أولا ولكن عندها هذه زوبستاكة يعني عندها حوائق بزاف والله يعني صونيا ما كانتش تخص بعلا اعتبار هذه العوائق البسيطة وكانت منين ما نتكلم يعني عنها الفرصة عنها نتكلم بالخصوص كل التقي كمدارة مصرح تقول أن هذه عوائق عادية يعني وموجودة تقول موجودة في العديد من المسارح موجودة في العديد يعني من البلدان يعني ما كانتش تأثر تأثر فيها كثير يعني حتى إذا كانت حسها وتقولها للأسف أن هذه المشاكل موجودة ولكن دقليا كانت عندها قوة شخصية قوة كبيرة جدا انفورت كاراكتير اكسترا وردينار وتعرف تحصم وتعرف تأخذ ما وقفها من هذا الباب منين ما نتكلم كثير مثلا عن المصرح الجزائري أنا أتعك نتكلم مثلا عن المسارح الجهوية على مشكلة التكوين إلا وإنها تأتي وتحاول أنها تقدم حلول أكثر من أنها تحاول أن تطبع وتطرق مثلا وتجبز مثلا وتتكلم كثير عن المشاكل بصفة العامة نعم أستاذ عمر فتموش الآن صونيا رحلت الجيل اللي يراه الآن في المصرح الجزائري عموما هل ممكن أنه يأخذ المشعل المصرح الجزائري البارز اللي كان بارز سنوات مضى أنا أظن أنه كل الجيل هذا اليوم يجب أن ينتبه إلى شيء أساسي جدا إلا وهذا وأنه المصرح قبل كل شيء فعل أكاديمي بحت يعني قبل مهما تكون الموهبة مهما تكون الممارسة لأننا إلى يومنا هذا لازلنا نقوم بممارسة مصرحية جزائرية يعني هاوي ممارسة هاوية ممارسة لازالت إلى يومنا ممارسة هاوية لماذا؟ لأن العديد من الممثلين لأن إلى يومنا هذا لم نقوم حاليا بتكوين ربما ترسنا من الممثلين وترسنا من التقنيين لأن المصرح هو عبارة عن فعل جمالي متشعب مصرح هو تقنيين مصرح هو العديد من الذي في تكنيك المصرح هو العديد من الجماليات لماذا متوفرة كلها الآن؟ لماذا متوفرة كلها الآن؟ غير ممكن لأن هذا شيء فيه يدخل من باب المختصين هناك مختصين اللي يقوموا بهذه الأعمال إذن هناك شباب لازم يتربى على كل هذه المحطيات التكويني كانت تصر عليه سونيا التكويني كانت تصر عليه سونيا أظن أنه اليوم اليوم وأكثر من وقت ماضى يجب أن نقولها مرة ثانية أن إذا كان ما يوجدش برنامج استراتيجية حكثية للتكوين الفني بصفة العامة تكوين من طرف معهد الرسمية ما على مسوى المعهد الرسمية على مسوى المسارح هناك نأميني من نتكلم على استراتيجية معنى هناك أفوك كثيرة هناك فضاءات كثيرة التي ممكن يكون فيها التكوين هناك طرق متعددة مثلا ممكن أننا نقوم بمصرح السرك في التكوين عن طريق ما تكون كل ما تقدمه وزارة شباب ورياضة من مكونين البدنيين لأن المصرح قبل كل شيء هو كوريغرافيا هو ممثلين هو بدن ونحن يجب أننا نعرف كيف نربط اليوم ما بين مثلا ما تقدمه وزارة شباب ورياضة من شباب متكونين ديزي ديكاتير انتعى التكوين البدني وكذلك ما يقدمونه الذين هما يعني يمارسوا في الأعمال والبحث السيكولوجي لكينا نقوم مع مصرح الأطفال ماذا يقدمونه الذين يقومون بالمصرح البسيكوبيداغوجي على مستوى وزارة التربية يعني كيف اليوم أننا ما نغلقش على نفسنا ونقول أنه مثلا وزارة التقافة هي اللي رايحة تطبخها لا التكوين هو تكوين في المصرح تكوين إنساني متشاعب هل كان اسمح لي الجيل مثلا صونيا ومن عصرها كان عندهم هذا الحظ في التكوين أم كانوا عصاميين لا أكيد لا ملكة التي كانت مواجهة لا أنا أظن أنه يشهد عليها اليوم العديد من اللي كانوا متقرجين أنا ذاك من جيل صونيا أنه كان على مصور معهد الوطني للفنون درمية كانت العديد من التخصصات كانت مسرحة كان تاريخ الفنون تاريخ المصرح كانت البسيكوبيداغوجية كانت العديد من الكيميكولومين المواضيع الشعب التي يقوم فيها التكوين زيادة عن التكوين البدني زيادة عن التكوين الصوتي زيادة عن التكوين الموسيقى والإيقاع إلى آخر إلى آخر كل هذا الشيء كل هذا الشيء يجب أن يكون عبارة عن مخبر مخبر كبير مفتوح واليوم أنه نشوف نقوله مثلا بالنسبة للتكوين البدني أشكون ممكن اليوم في الجزائر أن يقومنا بالتكوين البدني مثلا للممتلين ولممارسين المشكلة في الكوادر لا المشكلة في الكوادر كوادر عدر لا كوادر ولكن حتى إذا ما كانش كوادر في بعض الإختصاصات بينها ممكن أننا نستورد ونجيبوها وكي ينس كتير كي ينس كتير من الجزائريين حاليا في الغربة في الخارج هم يستنون بشغف أنهم يأتون ونعرف العديد منهم ويقدمون أعمال في التكوين السيرك في التكوين البدني وفي الجزائر بدون موقع بل وهذا أنا أشهد عليه وواجهد أنني أتك الأعمال في أي مناسبة مناسبة أستاذ عمر الفطموش أنت سيد كما يقول المصرح الفرجوي في الجزائر شفنا لك مصرحيتك بكثير في هذا المجال نشكرك على أنك كنت معنا اليوم حضرنا على صنية سيدة نصح الجزائري التي تغادرنا اليوم شكرا جزيلا لك رب يحظك شكرا جزيلا شكرا